النهاردة موضوع مهم فكرة ان احنا نقول فعلا في نوعات من الناس كلنا من اختلف عن بعض اكيد في التفكير فيه مننا بيقول الفيتامينز مهمة في حياتنا فيه مننا بيقول لا هي مكمل ما هيش اساسية شيء طرفيه ممكن وفيه ناس ممكن تتصادف ان ده وتعرفه الاول مرة لما تعمل فعلا تحاليل فتتفاجئ ان عندها نقص في الفيتامينات تبقى مش عارفة السبب وازاي وايه اعراضه اللي ظهرت عليها او هي ما تبقاش ممكن ملمة بايه نوعات العرض اللي ممكن يصادف فعايزينك بقى تبدأي كده معانا بداية نبدأ نعرف كل حد من الشخصيات دي بايه اللي ممكن نبدأ نفكر فيه اصلا ونحسه تبتدي بقى اي شخصية عزيزة اللي انت عايزاها تبتدي بقى اي شخصية اللي مش عارفين خالص وعندهم فكر انه ده شيء طرفيه وهوش اساسي فاحنا بناكل كويس وخلاص زيل فل دي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة اللي مش عارفين اهمية الفيتامينات والمعادن وسايبينها كده مشكلة على فكرة ناس كتير كده يمكن من زمان انا كنت واحدة كده ان انا مكنتش مركزة قوي في قصة الفيتامينات والمعادن عرفت ماذا اهميتها لما عملت تحليل فيتامين دال ولقيته العص جدا لانا لقيت شعري بدأ مثلا يقع عندي اكتئاب عندي بتاع لا والهد اللي بتحصل بنقض الفيتاميس دي صعبة جدا بالضبط فلازم لازم بلاش ان احنا نستنى لغاية ما نشوف اعراض قوي قوي ومش بس الفيتامينات المعادن ان عندي اعراض ناس بتطنشها زي البولل كتير جدا مثلا والناس بعملت طنش زي زغلالت العين والناس بتطنش وتاكلت في سكر دي كارسة اي عرض بيحصل لنا انتي لما تبتدي اول ما تحسي بحاجة تلجائي على طول التحليل للدكتور بالنسبة للفيتامينات والمعادن انا مش محتاجة دكتور ألجأ له في الفيتامينات وعملت دي مكملات غزائية مش دوا هيعالج مرض الفيتامينات والمعادن دي بنزين الجسم يعني دي للصحة العامة لأهمية الفيتامينات والمعادن للناس اللي بتتكلمي عليها يا عظيمة لازم أقولهم ستات ورجالة اللي اتفرجوا عليها مش بس من نتكلم نهاردة على ستات او من نتكلم نهاردة نتكلم على سيدات ورجال من أهم الفيتامينات اللي يمشوا عليها ديليوز هو ELP MultiVid ELP MultiVid مهم جدا ان انا مش عليه لان صعب قوي اعمل مونتر لكمية الفيتامينات والمعادن حتى لو انا باكل اكل صحي انا النهاردة باكل صدار باكل صلطة باكل بتاع بكرة مثلا هاكل نشويات رز مقارونة والحوم ومكسل عمل صلطة بس انا محتاجة فيتامين سي محتاجة فيتامين اي محتاجة يعني الحياة بقى الكوبالامين والريبوفلافين والفوليك أسد فيتامين به العائلة كلها انا محتاجها يوميا الجسم بيحتاج الفيتامينات دي يوميا على فكرة مش محتاجها مرة كل يومين تلاتة يوميا ومن الفيتامينات المهمة الانبوت بتاعها يوميا البي مالتي فيت المكونات دلوقتي على الشاشة مميزات البي مالتي فيت انه فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن زينك لو هتكلم عن زينك مثلا للسيدات مهم للشعر مهم للبشر مهم للضوافر مهم لحمض المعدة للستات والرجالة طبعا مهم لكل عملات الحيوية في الجسم مهم للمناعة لو هتكلم عن الرجال مهم جدا للمناعة ومهم الكرات الدم الحمرة ومهم للشعر كمان شعره ومهم جدا لتحسين الخصوب عند الرجال لو هتكلم على فيتامين سي مهم للاتنين في المناعة والتعزيز نسبة امتصاص الحديد والتعزيز الكولوجين والحرق الدهون ودي حاجة جديدة اتعرفت على فيتامين سي انه بيساعد على حرق الدهون طبعا عندي مجموعة فيتامين بيه الكاملة اللي انا شايفاها على الشاشة فيتامين بيه مهم لصحة اعصابنا حتى اعصاب العين تخيلي طبعا طبعا في ساعات فعلا العين تروح عامل حركة كده فعلا بتبقى لا ايرادية مش بتكلم بقى لو انا عندي زغلالة في العين فانا محتاجة على نقص الفيتامين بيه ممكن يبقى عندي زغلالة في العين نسبة السكر عالية لا مش زغلال نقص الرعشة اللي بتحصل ساعات غصبا عن الواحد نقص الفيتامين بيه ايوا الرفرفة دي تنميل الاطراف اليد والركل الاعصاب الترافية نقص فيتامين بيه على طول فلازم اي ستة الراجل بتفرجوا علينا يعرفوا مدى اهمية الفيتامينات والمعادن لدعم الصحة العامة وليس العلاج لأي مرض برجع اقول تاني ان فيه فرق كبير بين الدواء وبين الفيتامينات والمعادن يا ريت نصور شكل علبة قلب مالتي فيت الرائع اللي ملم بمعظم شاقول كل هقول معظم الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم يوميا وبرجع اقول انه مرخص بنهاية سلامة الغذائي الصورة اللي انا شايفاها انه من مويزاته طبعا انه يجمع بين الزنك والنحاس النحاس انتي ايجنج يعني مضاد للشيخوخة من الدرجة الاولى برجع اقول انه مرخص من هائة سلامة الغذاء برجع اقول ان الجرعة المناسبة لنا قرص واحد فقط في اليوم ما بنقطرش ارجع اقول منافس بيعنا معروفة جدا سواء السيدليات دي رقم واحد احنا موجودين في سلسلة سيدليات كبيرة موفرة سيدلياتها في كل محافظات مصر بلا استثناء واللي مش قادر ينزل السيدلية يقدر يطلبوا اونلاين بنوصل لحد البيت والصورة اللي انا شايفاها قدامي ده الكود للسيدلة صورة دي للسيدة السيدلة دكاترة السيدلة فقط اللي عايزين يوفروا ELP مالتي فيت داخل سيدلياتهم طبعا عندي صفحة على الفيسبوك اللي هي البيو ناتشرل دي للاستفسار عن اي حاجة تخص ELP مالتي فيتر اهي الصفحة نزلت تمام بالزبط بالزبط احنا حلنا كده كل المشكلات حتى لو لقينا حد من السادة المشاهدين ملقهوش قريب منه يقدر يخلي السيدلات تطلبه من خلال الكود بتاع خاص بالسيدلة لكود ELP مالتي فيتر احنا يعني نحاول نسهل على الناس جميعا حتى لدكاترة السيدلة لان بتلاقي عمر كتير دي فكرة رائعة اه لان اولا انا ما عنديش بديل ما ينفعش ادخل فييجي الدكتور السيدالي لا انا ما عنديش ELP مالتي فيتر عندي بديل انا ما عنديش بديل ELP مالتي فيتر والبديل ما فيهوش هذا الكم من العناصر دي مش بك يعني ما فيهوش نسبة الزنك العالية دي ما فيهوش مجموعة بي كومبليكس دي كلها يا زينة ما انا جربت اسأل ما انا اسأل ما هو انا مسكدتش برضو لان خلي بالك برضو لما بتبقي بتعرضي الحاجة او بتتكلمي عنها اذا انت شخص من الاشخاص ما بتحسيش نفسك من ضمن الناس والجمهور فانا كده هبقى مش صح صح فلازم اسأل كل الاسئلة اللي ممكن تتسئل في الحياة فانا بصراحة جربت فيه ناس امنة على فكرة فيه ناس امينة فعلا بتقول لا ده مالوش بديل يعني لو حاجة بتدوري على النسب معينة وحاجات معينة لكن في ناس يقولك اي ما فيه ما هو ده ممكن تكملي بتاخدي انجيكشن يا سيدي انا مش عايز اخد ده انا عايز اخد حاجة بقى مش عايز اخد انجيكشن ولا حاجة ولا حقنا ولا اي حاجة من دي خط وسهل الامور يعني ايوه وبطمن طبعا كل الناس ان السعر رائع يعني السعر السعر لا بجد ده باشكر الشرك عليه بجد والعلبة كمان بتكفي شهر تلات شرايط تلات شرايط اه ارس اه اتسناتا كابسول ده تابلت يعني ارس واحد في اليوم بتكفي شهر والسعر رائع يعني الجرعة لكل الاعمار ارس الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء هو ارس واحد في اليوم اي عمر اي ان كان اي ان كان لو هقول مين اكتر ناس مهم جدا ليهم القلب مالتي فيت كبار السن ايوه اللي بيعملوا عمليات طبعا تكميم وتحويل مصار الستات فوق ال 40 اكيد الستات بتمر بمراحل الستة الحامل الستة المردعة كل اطفال الشباب يعني القلب مالتي فيت من سن التين ايجر من سن التلاتاشر سنة هيبه مهمة قوي وبالذات الطلاب اعتقد احنا خلصنا دلوقتي متحانات سنوية فيه متحانات سنوية حبيبي ربنا ايوه محتاجينه محتاجينه جدا يا حبيبي لان المواد كتير ومذاكرة كتير فلازم يدعبوا صحة نفسية وشدد دعا ياخدوا البا مالتي فيت وياخدوا اوميجا كمان لان الاميجا مهم جدا لتحسين وظائف المخ مع البا مالتي فيت دول الطلاب يعني مهم جدا لي مهم ليهم الفترة دي